اليوم راح نكمل في البلوك مجموعة من الفنكشنز هون. كله حطيته انا بالس دومين. حطيت بالس دومين. والاقض بالس دومين. وهذا اعطاوض اللي انا عارف تبعية البلوك. وعارف تبعية تبعية وبقدر اطلع وبقدر اطلع وبدي احول كل هذا للز. بدي اطلع يعني السؤال المطلوب الان هو Y of Z. شو بيساوي؟ واضح هذا هو السؤال المطلوب. السؤال المطلوب انه عارف Y of Z ايش بتساوي بدلالت هدول؟ او ايش بتساوي Y of Z بدلالت X of Z او X of S G1 of Z او G1 of S الى اخر. بدلالت هدول اللي الموجودين هون ايش? Y of Z رح تكون الفونكشن تبعيتها. بحتى نعمل هيك رح نبدأ نشكل زي ما كنا نشكل مرات السابقة. رح ابدأ عمل عمل Z وانا عزينا نطلع هون? Y star of S شو بتساوي؟ بتساوي Y of S معقول عليها. star معقول لها ان ايه star شو بتساوي Y of S هون بتساوي? X of S G of S. شو بتساوي هاي لازم بتسير؟ لازم هاي تتحول لX G of S بعدين بتسير X G star of S هاي تساوي Y of S أنا ايش باقر اعمل Y of Z شو بتساوي? X G of Z. ايش معنى هاي? بنكيني معنى ها تساوي Z O X of S G of S. وانا هاي النقطة لا تساوي كل واحدة. ماشي واحدة هاي النقطة هاي النقطة المهمة اللي بركزين عليها انه X X of Z بتساوي X G of Z. X G of Z لا تساوي X of Z في G of Z. بيش؟ بنهون؟ ماشي واضح؟ ناخدون التاني. انه يكون هاي الحالة؟ اين؟ تساوي هاي Hd. تساوي هاي C D E. لاخد فال حالة التانية. نفس اللي شم نعمل? Y of S star بتساوي Y of S star. بس Y of S شي بتساوي هاي. هذه النقطة إليها تسمى X star في S تساوي X star في S في جي و في S كل ما عمل عليها star star تتخرجوه على star تقولها X star تسير G إذا هلأ إذا هلأ G G ناخد C إيش توقع عمر الاختلاف يكون؟ لازم G1 لازم G1 G2 G1 G2 لأنه هون ما في عندي بس الأكس معمول لها فالأوتروتاش من التوقع بسير باتباع نفس القليمة Y بتساوي X مضلوبة في G1 G2 ليه مش بالفتوات مش مشكلة Y star بتساوي Y star Y شو بتساوي X star star of S G1 of S G2 of S الكل معمول له star من هون هيا بتسير إذا بتأخذ أول شيء X of S لاحالها بتسير X star بس عندي بطل star على G1 of S G2 of S of S لازم أتنشهم فتسير إنتي هون بساوي X star of S G1 G2 of S star taking Z transform بسير إنتي Y of Z بساوي X of Z G1 of G2 of Z نذكر حالنا مرة تانية معنا هاي إنها Z transform of G1 of S مضلوبة في G2 of S الحالة الرابعة هلا ما نعمش بخطوات نفسها خلنا أخذ الحالة D الحالة D شو راح تصير عندي؟ راح تصير عندي Y تعني حالة D Y أو Z بدها تساوي بنفس الطريقة اللي مشينا فيها أنا هون صار أحسن الوضع لأنه خلص بضرب X of Z G1 of Z في G2 واخر الشي E ناخد الحالة E أنا هون شو اختلف عندي؟ أكس ما هو ماشي؟ بهاية تصير X G1 of Z ماشي؟ بكل بارة هاي إن اختصرتها لهاي معي التاجة إذن Y of Z بالحالة E تتساوي X X G1 of Z of Z G2 of Z ماشي؟ بكل بارة هاي ماشي؟ بكل بارة هاي